أهلا وسهلا بكم مشروع جديد من مشاريع بايتن للمبتدئين مشروع اليوم هو ساعة التنبيه Alarm Clock انتقلنا للبيتشارم حتى نشغل البرنامج لما منع ورن سيشتغل بهذا الشكل بالبداية يظهر عنا اسم البرنامج Alarm Clock وبعدها يطلب من المستخدم يدخل ساعة التنبيه الوقت حاليا لدينا ساعة 8 و 57 دقيقة سنعيّر المنبه إيرين بعد دقيقة تنبيه سندخل الساعة 8 والدقايات 59 قائم ننتظر شوي حتى نتأكد اشتغل المنبه وتأكدنا انه برنامج اموري تمام هلا بدي اطلب منكم انه توقفوا الفيديو وتحاولوا تحل المشروع لواحدكم حاولوا مرئة 2 متلاغة المحاولة هتوقفوا التفكير المنطقة عندكم وتساعدوا تطوير مستواكم بالبرمجة بشكل اسرع هناخد فاصل خمس ثواني وبعدها نبدأ بحل المشروع مع بعض بالبداية بدي اطبع اسم البرنامج Alarm Clock وفي حد عالمين واليسار سبع نجوم وفينا نعمل الكود بهدي الطريقة سبع ضرب نجمة نعمل كونكتنات مع اسم البرنامج Alarm Clock وزائد سبع ضرب نجمة نعمل رنج لهيدا الكود منشوف انه طلع الاسم متل ما بدنا يوم تمام بس هاي معنى افضل طريقة وفي طريقة تعني افضل هي انه نستخدم method اسمه center نعمل delete هيدا الشكل ومنكتب بعد اسم البرنامج .center متل ما شايفين تطلب two parameters وفيل characters باختصار هاي المثود بتاخد string يلي انا مدخلته بتحطه بالمركز وبتطيف قبله وبعده على يمين واليسار اما مسافات فاضية او character حسب انا شو بتطلب منها فاول بارامتر انها هي بتاخده هو الweeds الweeds بمثل عدد الاحرف النهائية رح تنطبع يعني عدد احرف سبع نجوم سبع على اليسار 14 مع 11 بصير و 25 اذا الweeds 25 هو عدد الحروف النهائية لكله رح تطلع عندي هلا اذا ما ضفت فيه character شو هيعمل هيضف لي 7 مسافات فاضية قبل و 7 مسافات فاضية بعد منجرب نعمل run مثل ما شفنا حطى لي 7 مسافات فاضية قبل و 7 قعد واذا بدي حط نجمة فبضي في character يلي انا بديه وبعمل run رح يطلع به هيدا الشكل نعمل import نعمل import و import حتى نقدر نشغل صوت التنبيه منعرف متغير هو ال alarm clock نطلب من المستخدم يدخل وقت التنبيه ومنحوله بالent لرقم لانه ال input بتخزين بيانات كسترينج رح نبنيه رقم ونفس الشي بالنسبة للدقائق كمان منعرف متغير ال alarm minute هلا منعرف متغير anpm حتى نطلب المستخدم يدخل الوقت صباحا او مساءا ومنحول الاحرف صغيرة عن طريق فخش function.lower بعد معرفنا بتغير ال alarm hour و ال alarm minute ننتقل نعرف الوقت الحالي ال current hour عن طريق date time module current hour هكي تعطيني الساعة الحالية بالنسبة للدقائق نفس الطريقة date time dot date time dot now dot minute بس لي عنا مشكلة هون انه module date time تعطيني توقيت بنظام 24 ساعة يعني اذا الساعة 6 pm ما هتكتب 6 pm هتقالي ساعة 18 فحتحل هاي المشكلة منحول ال alarm hour يلي دخل المستخدم لنزام 24 ساعة فالطريقة if am pm equal equal pm ضفلي على ال alarm hour 12 ساعة يعني اذا كانت 6 ضفلي عليها 12 وتصيرها 18 بتكون تحولت لنزام 24 ساعة هلأ منعرف اللوب while true منعمل لها سطر حتى يصير ضمن اللوب لها كمان ومنكتب شرط الايقاف حتى يتحفظ شرط الايقاف يعني هو لما بتتساعة ال alarm hour مع ال current hour مع ال current hour لما بتتساعة ال alarm hour لما بتتساعة الدقائر مع الدقائر الحالية وقتها سيقلوا ال break وقف وشغيل لي هيدا الصوت وينساون.بي فريكوينسي 2000 والمدالية 1500 هاك ما نكون خلصنا من حل هيدا المشروع انا حاولت تحلو بابسط طريقة ممكنة ممكن تكون محلات وانتو بتروق مختلفة شاركوني طريقتكم بالتعليقات وبشوفكم بروديو جديد سلام